تحية طيبة مشاهدين نشرة الظهر من الوطنية الأولى وهذه عنوينها الاتحاد العام التونسي للشغل يعلن الإضراب العام في الوظيفة العمومية والقطاع العام غدا وانعقاد هيئة إدارية السبت القادم لبحث الخطوات المقبلة الإضراب العام المقرر تنفيذه غدا يلقي بظلاله على الجلسة العامة لمجلس وبالشعب ودعوات باستدعاء الطرفين الحكومي والنقابي في مسعى لإيجاد حل التحالف العربي بقيادة السعودية ينشر قوته شمال مدينة الحديدة اليمنية قبل ساعات من تصويت مقرر لمجلس الأمن الدولي على مقترح نشر مراقبين لوقف إطلاق النار فيها مرحبا بكم أكدت قيادات الاتحاد العام التونسي للشغل أن الإضراب العام في الوظيفة العمومية والقطاع العام سينفذ غدا الخميس وسيشارك فيه بالإضافة إلى أعوان الوظيفة العمومية أعوان القطاع العام والدووين والمنشآت العمومية وذلك بعد فشل المفاوضات التي جمعت الاتحاد بالحكومة خلال الجلسة التي انعقدت مساء أمس وقال الأمين العام المساعد الاتحاد حفيظ حفيظ خلال ندوة صحفية عقدت اليوم في مقر المنظمة الشغيلة قال إن مساء المفاوضات بخصوص الزيادة في أجور الوظيفة العمومية كان ماراتونيا وكان منطلق الحلول محصول تفاوض الزيادة في أجور القطاع العام وأضاف أن المقترحات التي تقدمت بها الحكومة بقيت حتى الجلسة الأخيرة دون سقف الانتظارات وأضاف حفيظ حفيظ أن هيئة إدارية ستنعقد السبت القادم لبحث أشكال التحركات الاحتجاجية المقبلة في زيادات في الأجور للمرحلة ما بعد الاتفاق الثلاثي هذا بعد مفاوضات وقعت البارح انطلقت منذ تقريبا الساعة الحالية عشر صباحا واستمرت إلى ما بعد السادسة ونصف أو السادسة وخمسة وربعين دقيقة ولم نتوصل فيها إلى نتاش ونبدأ بشنقول أنه على إثرها مباشرة أصدر الاتحاد العام التونسي للشغل كل بلاغ يقول فيه أن الإضراب يوم 17 جنف 2019 سينجز ودعينا أعوال الوظيفة العمومية والقطاع العام إلى التجند إلى أن ينجحوا الإضراب إلى أن يمارسوا إضراب بكل مسؤولية وقد وصف الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري اللقاء الذي جمع صباح اليوم رئيس الحكومة يوسف الشاهد بالأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي وصفه بأنه لقاء مجاملة لم يخذ لا في مفاوضات ولا في تأجيل للإضراب ولم يدم سوى ثلاث دقائق وشدد الطاهري على أن الإضراب العام في الوظيفة العمومية والقطاع العام سينفذ غدا وسيشارك فيه بالإضافة إلى أعوان الوظيفة العمومية أعوان القطاع العام والدواوين والمنشآت العمومية ومن جانبه اعتبر الناطق الرسمي باسم الحكومة إياد الدهماني أن تشريك القطاع العام في الإضراب المقرر غدا رغم التوصل لاتفاق بشأنه هو خطوة تصعيدية ستكون لها نتائج وخيمة على الاقتصاد الوطني وعلى صورة البلاد وشدد الدهماني في تصريح لإحدى الإذاعات الخاصة على ضرورة العودة إلى طاولة المفاوضات بين الطرف الحكومي الاتحاد العام التونسي للشغل بعد تنفيذ الإضراب العام مضيفا أنه لا خيار غير الجلوس معا والبحث عن حل يستجيب للمطالب الاجتماعية ويراعي إمكانات الدولة وقال الدهماني أن مقترحات الحكومة التي رفضها الاتحاد تمثلت في 180 دينار وشملات الناشطين والمتقاعدين وتتضمن زيادة مباشرة في الأجر الخام وفي الاعتماد الضاربي على أن تصرف على قسطين ابتداء من شهر ديسمبر الماضي كما أفاد الناتق الرسمي باسم الحكومة أن كل فتى مقترح الاتحاد العام التونسي للشغل حول الزيادات في الوظيفة العمومية هي في حدود 2500 مليون دينار مشيرا إلى أنه في حال قبلت الحكومة بمقترح المنظمة الشغيلة فإن نسبة التضخم ستفوق العشرة بالمئة كما دعت النقبة العامة للإعلام كافة منظورها بكافة المنشآت العمومية في قطاع الإعلام إلى الاقتصار على تغطية الإضراب العام المقرر يوم غد والامتناع عن أي نشاط آخر وأوضحت في بلاغ لها ترتيب إضراب أعوان الوظيفة العمومية والمنشآت العمومية مشيرة إلى أن الإضراب ينطلق بداية من منتصف الليلة الفاصلة بين السادس عشر والسابع عشر من جانفي ويستمر إلى غاية منتصف ليلة السابع عشر من جانفي الحالي وبالنسبة لمؤسستي الإذاعة والتلفز التونسي جهويا ومركزيا أفادت النقابة أنه يتم مقاطعة كل البرامج المباشرة والاقتصار على نشرة الأخبار التي تقوم بتغطية الإضراب العام أما فيما يتعلق بوكالة تونس إفريقيا للأنباء فأنها تقتصر وفق ذات البلاغ على تغطية الإضراب العام كما دعت نقابة المطبع الرسمية إلى الامتناع عن قبول أي عمليات أو نشرها فيما دعت مؤسسة تسنيب لابخاس إلى تغطية الإضراب في الصفحات الأولى وفي مجلس نواب الشعب وبعد تأخر الجلسة لعدم توفر النصاب ووسط توتر وإرباك انطلقت الأشغال بالنظر في مشروع قانوني توقف النظر فيه في جلسة سابقة ويتعلق المشروع بإحداث برنامج الأمان الاجتماعي للنهوذ بالفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل وقد عبرت الجبهة الشعبية عن رفض الكتلة الشديد لهذا القانون وتطرق عدد من النواب إلى موضوع الإضراب العام الذي من المقرر تنفيذه غدا النواب أكدوا ضرورة تناول موضوع الإضراب في جلسة اليوم وأهمية الخوض فيه لمحاولة إيجاد حرول تحول دون تنفيذ الإضراب العام وتجنب دخول البلاد في أزمة حسب تعبيرهم وقد تم رفع الجلسة إلى وقت لاحق لا يمكن لمجلس منتخب يمثل الشعب أن لا يدلي بدلوه في هذا الموضوع الذي يشكل خطورة كبيرة على تونس نحن يجب أن نعترف أن هناك أزمة اجتماعية حادة وهناك أزمة سياسية حادة وأن الإضراب العام ليست لعبة أو تسلي وتسلي أو له نحن ما زال في أذهاننا نستحضر إضراب العام لسنة 1978 المعروف بالخميس الأسود بسألت بلوكاش سار ممكن يؤدي لتونس إلى خسارة كبيرة ماشي نفاد لكم الثراب عام غضوة والحكومة متعنتة ومشاكل بيديكم الوقفة أنا سيدة إيسر وقال لك الاجتماع ما بين سدعوة إيسر الحكومة والمجلس النواب والأمين العام التحادهم المعروف بش نحاول ونقاو مخرج اقتصاديا منحت المملكة العربية السعودية تونس قرضا بقيمة 500 مليون دولار أي حوالي 1500 مليون دينار بشروط ميسرة لتمويل الميزانية وفق ما أعلنته وزارة المالية اليوم وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن وزير المالية رضا شلغوم تولى إمضاء اتفاقية القرض مع نظيره السعودي محمد الجدعان خلال رقاء جمعهما بالرياض بمناسبة الزيارة التي أدها إلى السعودية من الثاني عشر إلى الرابع عشر من جنفي الحالي وتطرق المسؤولان خلال اللقاء ذاته إلى سبل توطيد علاقات التعاون الثنائي في المجال المالي والاقتصادي وتعزيزها كما التقى شلغوم بالمناسبة وزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد القصبي لبحث فرص الشراكة والاستثمار بين البلدين وسبل تعزيز الاستثمارات السعودية في تونس في مشغل آخر من تطاوين حيث يتواصل إضراب أعوان الشركة الجهوية للنقل على خلفية مطالب مهنية أهمها إحداث شركة جهوية للنقل بتطاوين مستقلة عن الشركة الجهوية للنقل بمدنين لليوم الثامن على التوالي يستمر توقف نشاط فرح تطاوين لشركة الجهوية للنقل بمدنين بتواصل إضراب أعوان الشركة على خلفية مطالب مهنية رغم جلسات التفاوض المنعقدة بين الطرفين كنا حابين أن نصل الاتفاق وحابين أن نلقل إضراب هذائي بالاتفاق لكن للأسف ما وصلنا نحن مدينة دينة ولكن نحن جاءوا يحكي معنا في نقاط اللي لا تستحقسين نجيبوا لها ممثل من المزارة المطالبة بأحداث شركة جهوية للنقل بتطاوين مستقلة بذاتها لوجستيا وماديا بات المطلب الأساسي لهؤلاء العمال مطلب يسنده ناشطون في عدد من المنظمات والجمعيات بالجهة طالب أهالي تطاوين منذ معناه ثورة معناه شركة جهوية خاصة بلتطاوين نظر معناه الكثافة السكانية اللي أصبحت عليها ولتطاوين ومطلب رأو هذا يتجاوز الخدامة وتجاوز النقابة وتجاوز الاتحاد وتجاوز أولا مطلب جهة كاملة والمطلب هذا مش مش ننازل عليه شركة جهوية في تطاوين قارة في تطاوين ومنتصبة في تطاوين وباسم تطاوين يقرب الخدمات من المواطن ويحسنها طلب منطقي الولاية من حقها باش تطلب شركة جهوية لكن الأمر هذا ما هوش في جلسة هنا جهوية يقع الحسم فيه نهائيا يجب أن تدعاهد الوزارة بدراسة وإحالته للمصالح متاع الوزارة لولا في الوقت ويأخذ وقته وبالتالي حتى واحد من الحاضرين من نجم يقول بعد ست شهر ولا بعد عام ولا عام ونص نجم يتم الأمر هذا جلسة تفاوضية جديدة دون التوصل إلى رفع الإذراب ومعه يستمر شبه الشلل للنقل العمومي في ولاية تطوين ولا سيما النقل المدرسي في انتظار إيجاد أرضية للتفاهم بين الطرفين عربياً ودولياً تسلمت دولة فلسطين رسمياً رئاسة مجموعة السبع والسبعين للدول النامية والصين للعام الحالي وأكد الرئيس الفلسطيني في كلمة بالمناسبة أن المبادئ التي أنشئت على أساسها المجموعة مرتبطة بمبادئ الإجماع الدولي وأهداف الأمم المتحدة مشدداً على ضرورة ضمان هذا الحق للشعوب الواقعة تحت الاحتلال وأشار عباس إلى أن تعزيز الأمن والسلام في منطقة الشرق الأوسط سيفتح المجال واسعاً أمام تحقيق تنمية مستدامة ومستقرة لجميع دول المنطقة وفق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وأكد الرئيس الفلسطيني التزامه بالقانون الدولي وشرعية دولية في حل الصراع مع المحتل الإسرائيلي في جديد الملف اليمني وفيما يستعد مجلس الأمن الدولي للتصويت اليوم على قرار يقضي بنشر مراقبين دوليين في مدينة الحديدة لمدة ستة أشهر انتشرت قوات التحالف بقيادة السعودية شمال مدينة الحديدة الساحلية وتأتي هذه الخطوة وسط خلافات بين الأطراف المتحاربة في البلاد حول كيفية التعامل مع عملية وقف إطلاق النار والتي تمت برعاية الأمم المتحدة في الثالث عشر من ديسمبر المنقذ بين الحوثيين والحكومة اليمنية إضافة إلى تنفيذ وقف إطلاق النار أعلن قائد الحرس الثوري الإيراني اليوم أن إيران ستبقي على وجودها العسكري في سوريا في تحدي للتهديدات الإسرائيلية باستهدافها في الأثناء أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده لا تطلب إذن من أحد من أجل محاربة الإرهاب وأضف أردوغان في مقالة كتبها لصحيفة كوميرسانت الروسية واسعة الانتشار أن أنقرة تحتفظ بالحق في استهداف الإرهابيين الذين يمثلون تهديدا لها من الأراضي السورية موضحا تأييد تركيا لحل سياسي يحافظ على وحدة ترابي سوريا ويضمن التمثيل السياسي للمجتمع السوري بأسره وعودة اللاجئين الفارين من العنف إلى بلادهما أعلن اليوم الرئيس الكيني السيطرة على الوضع الأمني بعد الهجوم الذي استهدف أمس مجمعا فندقيا بالعاصمة نيروبي الحصيلة الرسمية للضحايا تفيد بمقتل أربعة عشر مدنيا من بينهم أمريكيا لنحو عشرين الساعة استمر هجوم نفذه مسلحون مساء أمس على مجمع بالعاصمة الكينية نيروبي يضم فندقا ومكاتب إدارية ولم تتمكن قوات الأمن من السيطرة على الوضع إلا صباح هذا اليوم الرئيس الكيني أهورو كيني تأعلن انتهاء العملية الأمنية موضحا أن خصيلة الهجوم كانت أربعة عشر قتيلا بالإضافة إلى القضايا على منفذية الاعتداء فيما تم إجلاء أكثر من سبعمائة شخص من المبنى وقد أشد الرئيس الكيني بجهود القوات الأمنية تعاملنا مع هذا التهديد بحصن ورهانا لأعدائنا والعالم أننا بلد مستعد للتعامل مع أي تهديد يستهدف أمتنا الهجوم الذي تبنته حركة الشباب السومالية الموالية لتنظيم القاعدة بدأ بانفجار استهدف مرأب المجمع وعاقبه تفجير انتحاري في بهو الفندق ليتواصل بعد ذلك دوي اطلاق النار بعد تحصن مسلحين في الطوابق العليا فيما كان الضعر والهلع سيد المكان عند ذكت في الطرق الناري كان الناس يهرعون وأدركت في تلك اللحظة أن أفضل شيء أقوم به بحث أمن مكان للاختباء عندما وصلت إلى الطابق الأرضي وجدت مرأة قد أطلق عليها النار عندها تجهت إلى الدرجة العودة إلى الطابق الأول وقد عبر الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جيتيريس عن إدانته للهجوم الإرهابي فيما أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن أحد مواطنيها كان من بين ضحايا الاعتداء الذي يأتي ضمن سلسلة من الهجمات التي تعرضت إليها كينيا في السنوات الأخيرة خاصة في المناطق القريبة من الحدود السومالية وفي العاصمة بعد فشل اتفاق بريكسيت ومن ورائه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في الحصول على تأييد البرلمان تتالت ردود الفعل الأوروبي المحذرة من التابعات السلبية لهذا القرار والذي يعزز احتمالات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق بين خيبة الأمل والاستياء جاءت ردود الفعل الأوروبية بعد قرار البرلمان البريطاني رفض الاتفاق المبرم بين لندن وبروكسيل حول بريكسيت والذي اعتبر هزيمة تاريخية لرئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي رئيس المفوضية الأوروبية جون كلود يانكر حذر من تزايد مخاطر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بشكل غير منظم حسب تعبيره مطالبا بريطانيا بتوضيح نوايها بشكل عاجل بدوره رئيس الوزراء البلجيكي تشارل ميشيل أكد أن الاتحاد الأوروبي سيبدأ تكثيف استعداداته لاحتمال خروج بريطانيا من الاتحاد دون التوصل إلى اتفاق داعيا حكومات الدول الأوروبية للعمل على ضمان حقوق مواطنيها وشركاتها في بريطانيا وتتلخص باقي ردود الفعل الأوروبية في تصريح نائب المستشار الألماني أنجيلا ميركل أولاف تشولتس الذي اعتبر أن يوم أمس كان يوما مريرا لأوروبا وتواجه حكومة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اقتراعا على سحب الثقاء اليوم الأربعاء بعد الهزيمة التي لحقت باتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي في البرلمان ما أثار فوضى عارمة في الانسحاب من التكتل قبل عشرة أسابيع فقط من موعده المقرر وكان 432 نائبا صوتوا ضد الاتفاق مقابل 202 فقط في أسوأ هزيمة برلمانية تمنى بها حكومة في تاريخ بريطانيا الحديث ما أثار اضطرابا سياسيا قد يؤدي إلى خروج البلاد من الاتحاد دون ترتيب أو حتى عدم الخروج من المشروع الأوروبي الذي انضمت له عام 1973 في أخبار الرياضة أعلن أن نادي الرياضي البنزارتي تعاقده رسميا مع المهاجم الإفواري سيدو سيسي لمدة ثلاثة مواسم ونصف وذلك إلى غاية الثلاثين من جوان 2022 وكان سيسي ينشط في صفوف فريق ريو سبورد دنياما الإفواري قبل أن يلتحق بنادي أجامي عام ستة عشر وألفين ثم عاد منذ الموسم الفارس إلى فريقه الأم أفسي بواكي قبل الانتقال إلى النادي البنزارتي الذي وقع بالمناسبة عقد احتراف بخمس سنوات لمدافع فريق النخبة منتصر الفرشيشية تدر بعد قليل بملعب المطوية المواجهة المؤجلة من الجولة الثانية عشرة عشر من بطولة الرابط المحترف الأولى لكرة القدم بين مستقبل جابس وظيفه النادي السفاقسي الذي يحتل المركز الثالث بخمس وعشرين نقطة منقوصا من مبارتين فيما يحتل مستقبل جابس المركز قبل الأخير بتسع نقاط منقوصا من مبارتة ومن أجواء الملاعب إلى جديد الساحة الثقافية ففي تجربته الأولى في إخراج الأفلام الروائية الطويلة اختار المخرج الشاب عبدالحميد بوشناق رؤية جديدة في السينما التونسية المصنفة ضمن خانة أفلام الرعب في عمل سينمائي بعنوان دشرة قدمه في عرض أول مساء أمس بقاعة الأوبرا بمدينة الثقافة دشرة هو أول فيلم رعب تونسي بمقاييس عالمية أخرجه عبدالحميد بوشناق وشاركت في أدائه ثلة من الممثلين الشبان ورغم أن الفيلم لم يتمتع بأي دعم مادي لأنه مثل تحدي لفريق أرد أن يثبت أن الحلم يمكن أن يتحول إلى واقع جاءتني من فكرة لها برشا لأننا نحلم بشأن فيلم دو جونغ في تونس وحببنا جوز نوري ولي هو سيفزاب ومش حكاية الفلوس رأيت ناشت عمل فيلم به جوز يكواغ وكهو ومبعد الفيلم الرعب راو تفرض علي شوية شوية ختملونا حبيت جوز نحكي حكاية أنا متع قصة ومبعد بديو فاما دي زليمان يتزيد وكل مرة الفيلم ماشي عمالي ويولي مرعب أنا دي ما نقول كان البروجيه ذي نجح ولا بشي نجح راو خطر بالحق لكيبها أمنت يعني سوى ممثلين التقنيين لكل اللعبات أمنت وخدمنا وتعبنا بالحق يعني التورناج ما كانش سهل حتى ترف الفيلم يروي قصة ثلاثة زملاء يدرسون في معهد الصحافة كلفوا بإعداد بحث مصور ومن هنا انطلقت المغامرة التي حملتهم إلى فكي رموز قصة غريبة ومثيرة ومرعبة في الآن ذاته الأخصال صنعنا معنا وحاولنا نكون صادقين وهذاك عليش نحب لعبة تجي تتفرج وتقول لنا لايها الفيلم نال استحسن الجمهور الذي حضر بأعداد غافيرة ملأة القاعة الفيلم هو صحيح بين الواقع والخيال لما تشيح على الأخر والله كالأخير عجبتنا على الأخر أول ما نفرج فيلم رعب تونسي ديما نتفاجأ وبردت فعل الجمهور الإيجابية جدا وأن الناس معناها فرحانة بفيلم تجربة جديدة فيلم رعب تونسي أو عربي بالأساس في المدشرة سيكون حاضرا بقاعات بكامل الجمهورية انتلاقا من 23 من هذا الشهر بهذا نصل إلى ختم النشرة وهذا تذكير بالعناوين الاتحاد العام التونسي للشغل يعلن الإضراب العام في الوظيفة العمومية والقطاع العام غدا وانعقاد هيئة إدارية السبت القادم لبحث الخطوات المقبلة الإضراب العام المقرر تنفيذه غدا يلقي بظلاله على الجلسة العامة لمجلس وبالشعب ودعوات باستدعاء الطرفين الحكومي والنقبي في مسعى لإيجاد حل التحالف العربي بقيادة السعودية ينشر قواته شمال مدينة الحديدة اليمنية قبل ساعات من تصويت مقرر لمجلس الأمن الدولي على مقترح نشر مراقبين لوقف إطلاق النار فيها وبإمكانكم مشاهدين متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة التلفزة التونسية شكرا على المتابعة إلى اللقاء